السلام عليكم وسهلا بكم في الفيديو جديد يا شباب ما نعم نسدي إن شاء الله نحن متفائلين كجماهير سوري بالتواجد في مدرب الروماني تيتا على ما يبدو الزلمي جاي يشتغل جاي يقدم الكرة السوري جاي يرجع هيبة المنتخب السوري على مستوى قارة آسيا خدام مباريات التصفيات ورح أعب فيكم يا أصدقاء ويا أعزاء بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناة تبراس فورت لا تنسانا من اللايك يا غالي اليوم عم تصدر رسميا قائمة اللاعبين المنتخب السوري للقائم المحلي للمعسكر الداخلي المحلي بمدينة حلب طبعا مدينة حلب شاهدنا الصالة الرياضية بكرة السلة الرائعة وأيضا شاهدنا عضية ملعب الحمداني الأكثر الجيد جدا أكيد ومستواها أفضل من باقي الملاعب السوري للأسف عم يختار المدرب الروماني 36 لاعب للمشاركة بالمعسكر المحلي الداخلي طبعا من اللاعبين المحليين المتواجدين ضمن سوريا مع بعض المحترفين المخترمين بالخارج لأول مرة عم يتواجدوا مع المنتخب السوري وكثيرا والعديد من الفيديوهات والأخبار كانت خلال أيام الماضية حول موضوع اللاعبين المختربين والأسمان المقترحة وتصريحات الكابتن والعقيل اللي كانت بالأيام الماضية يعني في عندنا شغل جديد عم يتابع أمور مختلفة تماما عن أيام المدرب السابق والمدرب السابق أيضا يلي كان مسترم المنتخب مدرب نزال محروس أو المدرب التونسي نبيل معدود أيام الماضي علينا نحن التحضير من اليوم للمباريات القادمة وأكيد عم يكون في عندنا مباراة ودية الشهر القادم مع أحد المنتخبات من قارة أفريقيا وأكيد جميعا يعني ممكن استغربنا من تواجد هيك منتخب أن نحن نلعب ضد المباراة ودية لكن يعني أكيد نحن نتمنى تجريب اللاعبين يكون في عندنا هيبة وشخصية للمنتخب مع أي منتخب نحن رح نواجهه خلال المباريات الودية وطبعا صفحة الرسمية للاتحاد العرب السوري لكورد القدم لداريخ تسجيل هذا الفيديو ما ثبت أبدا رسميا مباراة أمام منتخب جامبيا لكن الصفحات الرسمية من وسائل التواصل الرسمية اللي عندها التواصل أكدت موضوع المباراة الودية وكان في عندنا أحد الصور من اتحاد الكورد للمنتخب القامبي أكد وجود مباراة ودية أمام المنتخب السوري بالخامس من الشهر القادم ما علينا يا أصدقاء ويا خوالي نرجع لقائمة المنتخب ياللي اختار المدرب تيتا من أجل مشاركة للمعسكر الداخلي بالبداية عم تواجد عندنا أربعة حراس خالد حج عثمان إبراهيم عالمة شاهر الشاكر وأحمد مدنية عم تواجد عندنا عمرو جلنيات أحمد الخصي أحمد الصالح أحمد حديد سعد أحمد ياسر شاهين الليث علي عبد الرزاق محمد محمد صيوني حمز الكردي محمد آلاتي كامل حميشة خليل إبراهيم تامر حاج محمد صبحي شوفان عبد القادر عدي خالد كوجلي محمد ريحانية أحمد حاتم موانس أبو عمشة مصطفى الشيخ يوسف نصوح نقدلي مصطفى جنيد بواس بواد دقسي كامل كوايا محمود الأسود علي بشماني عمار رمضان إطافة للمفاجأة اللي عم تكون للمنتخب السوري أو للجماهير السوري وجود أربعة لاعبين مختربين في السويد ماتيا سبحنان مارك جرجوس ألمار إبراهام وشيركو شوهاب أتمنى أن ألغظ جميع الأسماء بشكل صحيح بهذا الفيديو طبعا المدرب الروماني الهدف من هذا المعسكر هو منح الفرصة لللاعبين الذين أعتقد أنهم يملكون المواهلات الجيدة لتمثيل المنتخب وذلك لتجربهم وقد دعوت العديد من اللاعبين الشبان لأننا نعمل على مسارين متوازيين الأول يخص ما تبقى من مباريات التصفيات المونديالية والثاني يتعلق بالإعداد للمستقبل أما بالنسبة لدعود عدد من اللاعبين الذين لا ينشطون في الأندية حاليا مثل إبراهيم عالمة وأحمد الصالح فالسبب رغبتي بالتعرف على مستواهم الحالي ومراقبتهم من خلال هذا المعسكر جميعا منعرف إن إبراهيم عالمة عم يكون في عنا أخبار حول موضوع فسخ عقده مع نادي جبلة أيضا أحمد الصالح الكابتن كان في عنا غياب طويل بسبب إصابي اللي تعرضنا وغياب عمن الملاعب عم يكون لمدة طويلة جدا كان في عنا أخبار عن تواجد عقده مع نادي الوحدة الدمشقي عم يجدد عقده أو عم ينتقل لنادي الوحدة الدمشقي بعد الاحتراف الخارجي اللي كان مع نادي العربي الكويتي لكن إلى الآن أحمد الصالح ما رجع ولا شارك بأي ديئة منذ تلك الإصابي اللي تعرضنا على الرغم ما ذكر بتوقيع عقده مع نادي الوحدة الدمشقي يا رب نتمنى كل الخير وكل التوفيق للمنتخب السوري مباريات وتحضير هام جدا للمنتخب مباريات وأيام صعبة جدا قادمة للمنتخب تحت قيادة المدرب الروماني تيتا أكيد المدرب الروماني عرفان الوضع والتلاع على الوضع اللي إحنا هلا حاليا عم نعيش فيه بسبب التخبطات والنتائج السلبية يلي كانت للمنتخب خلال التصفيات أيضا تصفيات الدور الأول والأداء والنتائج السلبية يلي كانت فالمدرب الروماني لازم يعرف حاله كيف يكون عندنا العمل خلال الفترة الخادمة خصيصا موضوع المحترفين لأن كثير هذا الموضوع عم يكون حساس للمنتخب وهو دواجد اللاعبين المحترفين والاستفادي من أي لاعب محترف سوف نقدم أي إفادة للمنتخب خلال أي مباريات أنا كثير عجل من التصريح المدرب الروماني لموضوع المتشهيز مو فقط لموضوع مباريات التصفيات لا لازم يكون في عنا خطة واضحة بشكل جيد من نسبة الموضوع تحضير لاعبين الشبان من المحترفين أو من اللاعبين الدوري المحلي من من أجل موضوع استكمال مستوى المنتخب مع اقتراب بطولة كاس آسيا الصيني 20-23 لأن هذا الموضوع كثير حساس يكون عندنا خطة مرسومة يعني بعد التصفيات نتشارك أو نلعب هذه الأربع مباريات مو لازم يكون في عنا أبدا أي توقف عن التحضير لباقي الاستحقاقات أو لباقي المباريات مو بس نحن نقف هون وبدنا نحن محترفين أو لعبين شبان بس لأربع مباريات لا لازم يكون في عنا خطة واضحة مرسومة بشكل طقيق بشكل صح لاستكمال باقي المباريات للمنتخب الأول خصيصا يعني فينا نقول جيل الحالي أو معظم اللاعبين من الجيل الحالي عم تقترب عمارهم أقرب لموضوع الاعتزال دوليا بسبب كبر السن لبعض من اللاعبين النجوم أو أغلب اللاعبين المتواجدين مع المنتخب فنحن بحاجة لدماء جديد الضخط بالمنتخب ومتما ذكرت مع اقتراب بطولة تاس آسيا السين 20-20 يا رب كل خير كنت توفيدنا المنتخب السوري مع المدرب الروماني صراحة أنا متفاعل مع المدرب تيتا حاسس عم يعمل شي جديد من المنتخب موضوع اللاعبين المحترفين موضوع المعسكر الداخلي تواجدوا بسوريا مراقبته للدور السوري متابعته لموضوع الملاعب أرضيات الملاعب عم يسافر من محافظة لمحافظة ليتابع المباريات فأنا شايف الزلمة صراحة مدرب الكوتش أنه عم يشتغل شي عم يقدم شي جديد على أرضي العمله خلال متابعته للمباريات المحترفين وعم يجرب هلا أو يتابع هلا من خلال هذه القائمة عدد من اللاعبين المتواجدين بالدوري المحلي حتى يحسن موضوع اللاعبين المحليين ذات المستوى الجيد أو الممتاز يمكن أن يشاركوا بياخدوا فرستون مع المنتخب الأول أكيد بانتظار ضمن باقي اللاعبين المحترفين يشاركوا بباقي الدوريات أيضا موضوع باقي اللاعبين يمكن أن يشاركوا مع المنتخب السوري خلال الفترة القادمة كيف انتو شاكدين الوضع يا أصدقاء ويا أعزاء للمنتخب الأول هل قادر المدرب الروماني تيت يفجر مفاجأة على مستوى الرياضة السورية أمام منتخب الإمارات شو لايكم بتمنى أقرأ تعليقاتكم حول هذا السؤال ضمن قسم التعليقات لا تنسوا من الاشتراك ورد خيال الجرس حتى يصلكم كل جديد ومتابعة حساباتنا خلال مواقع التواصل اجتماعي الفيسبوك والإنستغرام والاندمام من مجموعاتنا باسمية عبر تطبيق واتساب حتى يصلكم كل جديد وهلأ السلام عليكم